المسابقة دي بداية مسابقات الشتاء وفي أول مسابقات الشتاء أول نصيحة وأهم نصيحة وركز معايا فيها قوي إن المسابقات دي من أهم المسابقات اللي هتعد عليك ومن أكثرها فاعلية وهتوصلك في أسرع وقت لهدفك يعني المسابقات دي للناس اللي فعلا عايزة تتغير للناس اللي فعلا نفسها تشوف نتيجة سريعة وبشكل صحي ومضمون علشان كده النهاردة معانا مسابقة جديدة وأول مسابقات شتاء 2019-2020 الوقت المضمون لمحرقة الدهون هاي أيوة أنت عايزة تبقى رشيك تبقى رشيك يعني اشترك في القناة بس كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخص وبداية رحلات الشتاء وبداية تحديات الشتاء ونبتديها إن شاء الله بإذن الله بمسابقة الوقت المضمون لمحرقة الدهون المسابقة مدتها أربع أسابيع قدامك أربع تحديات إن شاء الله بإذن الله صدقني لو التزمت بيهم هتلاقي نتيجة أروع من الروعة اللي أنت عايزها يعني إن شاء الله بإذن الله هنشوف أحسن نتيجة في أجمل وقت في هذه السنة إن شاء الله بإذن الله أو أجمل فصول السنة في التغيير هو فصل الشتاء فصل الشتاء الحرق فيه عالي النتيجة فيه مضمونة إن شاء الله بإذن الله واسأل كل الناس اللي غيرت حياتها هتقولك إن أكتر وقت خسوا فيه كان في فصل الشتاء علشان كده بقولك وبدعوكم جميعا إن أنتوا ما تفوتوش ولا رحلة ولا مسابقة ولا تحدي في فصل الشتاء يلا بينا نروح نشوف المسابقة وطبعا كل اللي يشارك في المسابقة هيعمل إيه؟ يضغط لايك يشترك في القناة عشان يجيله إشعارات بكل يوم هينزل فيه النظام إن شاء الله بإذن الله وكمان يكتب لنا في التعليقات إن هو هيشارك معنا في المسابقة ويكتب نفسه يخس كم كيلو علشان لما يشوف التعليق بتاعه مع نهاية المسابقة يفرح قوي ويفتخر قوي إن هو قدر يغير نفسه إن شاء الله بإذن الله طبعا المسابقة دي بتضم نظام جميع الأوزان نظام المرضعات وكمان نظام للأشبال من سن 12 ل 14 سنة يلا بينا نشوف المسابقة يلا بينا في طرق كتيرة جدا للحصول على أنظمة لو نفسك تخس أسهلها إن انت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس بس هيطلع لك كل حاجة خاصة بلو نفسك تخس سواء قناتنا على اليوتيوب صفحتنا على الفيسبوك زي ما انت شايفين دي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس صفحة رئيسية وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الأندرويد بكل سهولة وبينزل علينا أنظمة كل يوم وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس ونقول بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أولى مسابقات فصل الشتاء شتاء 2019-2020 وبعنوان الوقت المضمون لمحرقة الدهون لأن فعلاً الوقت ووقت الشتاء هو أفضل وقت لضمان محرقة للدهون 24 ساعة الجسم بتاعت بيحرق في الدهون والنتيجة أسرع مما تتخيل كمان طبعاً دول أربع تحديات وعندنا أنظمة تلات أنظمة إن شاء الله نظام جميع الأوزان نظام المرضاعات ونظام الأشبال من سن 12-14 سنة طبعاً نبدأ بنظام جميع الأوزان نظام جميع الأوزان وزي ما أنتم عارفين التنويه لو أنت عندك أي مشكلة صحية ارجع لطبيبك فوراً علشان تاخد رأيه ويممكن يعدلك شوية على الأنظمة تناسب مثلاً لو أنت عمريض سكر أو عندك مشاكل في القلب فيدي لك يعني يعمل لك شوية تعديل ويدي لك شوية نصائح علشان خاطر أنه يتناسب مع حالتك الصحية طبعاً دي مقدمة ومقدمة المسابقة بنقول لك أن دي فرصة عظيمة جداً جداً فصل الشتاء درجة حرارة الجسم بتكون 37 درجة الدرجة دي مهمة جداً لوظائف الجسم الحيوية ممكن تقل شوية في بعض أجهزة الجسم ولكن درجة الحرارة المتوسطة في الجسم 37 درجة مهمة جداً الجسم يحافظ عليها يا إما هيحصل مشاكل صحية كبيرة جداً للجسم وبالتالي الجسم طول فصل الشتاء بيحاول يقاوم هذه درجة الحرارة أنه هو يحافظ عليها لأنه بيحصل فقد للحرارة بشكل كبير جداً من الجسم بيحاول يعوض الجسم من خلال أنه هو يبتدي يحرق أكتر عشان كده هتلاقي نفسك بتجوع جداً في الشتاء لكن لو أنت التزمت بنظام غدائي صحي مع شوية تعليمات مهمة هتلاقي أن أنت حصلت على نتيجة حلوة أوي 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 فوق ما أنت متخيل كمان إذن لازم كده تحط في ذهنك مع بداية الشتاء أن الجسم تحول لمحرقة دهون وحش كبير جداً عمال يلتهم في دهونك فكن واثق في نفسك يا بطل أن أنت هتوصل في أسرع وقت إن شاء الله بإذن الله طبعاً دي خطة مقترحة لنظام يومك تقدر أن أنت تديرها ودي طبعاً بنحطها علشان الناس كتير جداً بتطلبها كيفية زيادة معدل حرق الدهون والتخلص من الدهون سريعاً أول جملة والعنوان الرئيسي فصل الشتاء فصل الشتاء ودرجة الحرارة في فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة كلما انخفضت درجة الحرارة في فصل الشتاء كلما زاد معدل حرق الدهون بشكل سريع جداً جداً تنزل من البيت بتخرج برة بتعرض لدرجة الحرارة المخفضة برة النفس بتاعك بياخد من حرارة جسمك ويرميها في الجو المحيط بك نفسك نفسه في حرق يعني أنت حضرتك النفس نفسه بيخلي الجسم يحرق أكتر وبالتالي أنت تحولت لمحرقة من الدهون طبعاً في بعض الحاجات كده بعض النقاط هنتكلم فيها هنا مهمة جداً ألا وهي أهم حاجة ناس بتهمل بشكل كبير جداً المية في الشتاء المية يا جماعة لو أنت أهملت في المية ما تستناش أن جسمك يخس بالشكل الطبيعي لكن اهتم بالمية أنا عارف أن في ناس كتير جداً بتهمل المية في فصل الشتاء لا تهملوا الماء في فصل الشتاء ودي نصيحة مهمة جداً 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 الخضار يا جماعة الخضار ناس أقول لك الخضار ما أحبش أكله سائع وبيبقى سائع ومتلك في الشتاء لا لا مش هقدر أنه ناكله كلام ده كله اعملوا سوتيه اعملوا على البخار اعملوا آآ ماشوي هتلاقي طعمه طحفة وحلوة جداً أهم حاجة الخضار مهم جداً مصدر وهيخليك أن انت تحافظ على آآآ قوة جسمك والمناعة بتاعت جسمك بشكل كبير جداً طبعاً الرياضة مهمة مهمة جداً 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 الرياضة الرياضة من الحاجات المهمة جداً اللي هتخلي الجسم يحرق أضعاف أضعاف الرقم اللي انت حطه في دماغك يعني كلما تلعب الرياضة في الشتاء أكتر كلما تزود حرق الجسمك على زيادة الحرق اللي هو فيها يا جماعة فرصة فرصة لا تعود وطبعاً النوم مجدين نصيحة الكبيرة ولكن في فصل الشتاء احنا كلنا بنحب النوم وطبعاً راجع بقية التعليمات فطبعاً انت بتوصوش في النوم السناكس السابتة واللي دايماً انا بنصحك بيها وبقولك اوعد فوتها ده حق او مكتسب ليك لازم تاخده خصوصاً معلات زيت الزتون دهون احادية التشبع بتخفض من الكوليسترول السيء وبترفع من الكوليسترول الجيد وبالتالي بتحسن من اداء الجسم بشكل كبير جداً بتحافز على جسمك بشكل رائع ليك مع علاقة طعام زيت زتون وزعها على مدار يوم احطها على الصلاة وحطها دخلها في الاكل اللي انت عايزه براحتك يعني طبعاً كوبايتين الحليب مهمين جداً جداً والخضار مهم جداً جداً وخصوصاً الحاجات اللي تحت دي وكمان الخضروات الورقية اللي فوق والخيار والأتة والكلام الجميل ده اول نظام عندنا نظام جميع الاوزان هنبتدي التحدي الاول لنظام جميع الاوزان طبعاً زي ما نشايفين كده تحدي لزيز لطيف جميل بيبتدي هو بنشويات في الفطار نشويات في الغداء العاشة بس هو اللي بفوش نشويات يعني حاجة كده دلع الدلع ولوز اللوز طبعاً عندنا بقى هنا زيادة كمان هو الجوع الليلي لو حضرتك بتجوع بالليل بتقدر تعمل لك طبع شربة خضار وكمان عندنا وصفات وتقدر تراجع بقى طبعاً الوصفات دي موجودة عندنا وصفات للشربات اللي انت تقدر تاخدها بين الوجبات ولكن شربة الخضار الحلوة الرئيسية اللي احنا متعارف عليها واللي اعملها لكم ان شاء الله في المطبخ لو نفسك تخص ابراعاً فاصوليا آآ وكوسة والجزارتين اللي ليك سناكس آآ مع البصلتين اللي سناكس بتوعك مع طبشر الطمطميتين عملت احلى طبق شربة خضار ممكن تاكل صوابعك وراه هيدفيك وهيشبعك بشكل كبير جداً طبعاً اختيارات طبعاً على الريق كوباية مية زي المعلقة صغيرة عسل نحل لتنشيط الحرق او ممكن تبدل معلقة العسل للنحل الصغيرة دي بتمراية ولكن العسل هيكون افضل اختيارات الفطار تقدر تختار بند واحد من هدي الاختيارات زي ما انت شايف كده اختار اي اختيار انت حبه واللي متاح عندك واللي قريب لقلبك طبعاً اختيارات الغدا بيكون الصفرة بتاعتك عبارة عن بروتين نشويات وخضار اختار بند واحد من هدي البنود يعني وليكن تلات سمكات بولتي مشويين حلوين كده جمال كده طعمين او معمولين مسلاً صانية بشكل صحي زي ما شفتوا كده على مطبخ لو نفسك تخص طريقة عمل السمك الدنيس فتاخد منهم تلات سمكات حلوين كده متوسطين قد كفت ايدك مع اختيارات النشويات تسع معالق رز او مكارونا طبعاً برضو عملنا طريقة عمل الرز والمكارونا على قناتنا مطبخ لو نفسك تخص فراجع الفيديو ده هتستفيد منه قوي طبعاً عندنا اختيارات النشويات اختار اختيار واحد عندك اه الخضار مهم جداً تاخد طبق سلطة مع طبق خضار اه مطبوخ باي طريقة انت حبيبها وطبعاً الجوع الليلي زي الليلي زي ما انا قلت كده لو انت جوعت بالليل او جوعت في اي وقت تقدر تاخد طبق شربة خضار عادي بفيش مشكلة طبعاً الشربة من غير مرأ من غير مرأ الدجاج ها? وعندنا طبعاً وجبة خفيفة بين الفطار والغدا عندنا آآ كوب حليب خالد دسم زي المعلقة صغيرة من عسل النحل طبعاً سريعاً كده عندنا هنا بقى اليوم التاني من التحدي الاول اختيارات الفطار اتنين معلقة صغيرة عسل النحل زي اتنين توست جني وتصوم بعدها خمس ساعات كده يعني بتضغط على الجسم كده ضغطة حلوة كده عشان نجيب نتيجة اسرع ان شاء الله بإذن الله وطبعاً لو مش هدغطتك تصوم خمس ساعات خلاص براحتك مش مشكلة بس انا بقول لك اللي ايه النصيحة يعني طبعاً وجبة آآ وجبة خفيفة ثمرت فاكهة اختار ثمرت فاكهة من المتاحة عندك من الثمر فاكهة المسموح اختيارات الغدا تقدر تختار مثلاً بند بروتين وكمان معا بند من الخضار والجوع الليلي وهنا عندنا بيظهر بقى مشروب يعني لنا مشروب كده يا طرق ايه يا جامد يعني ايه طبعاً مش مش المتعرف عليه ولكن عندنا وصفات للهوت شوكرة الدايت عندنا وصفات للسحلة بالدايت والكاباتشين والدايت التي هي الارفة والكركم ومرأ الفول الساخن وكمان ماء حمص الشام مش حمص الشام نفسه نشرب المياه بتاعته بس يا ساتزة اه ومشروب الكرفس بالليمون وطبعاً في وصفات آآ تقدر تشوفها مع الانظمة طبعاً سهل جداً تشوف الانظمة بالكامل على تطبيق لو نفسك تخس آآ هتلاقي النظام كامل كده تقدر ان انت تفره كده بايدك كده بشكل سهل جداً لو حملت تطبيق لو نفسك تخسط طبعاً اليوم التاني من التحدي اليوم التالت من التحدي الاول طبعاً عندنا بقى هنا يوم غريب وعجيب يوم الدلع والشبراء رأة 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 فاكرينه عندنا بقى هنا عندنا الفطار تاخد متين وخمسين جرام جبن قريش آآ زائد سلطة واتنين كبات زبادي والعشا عندنا علبة زبادي خالد دسم اما الغدا بقى دلع الدلع ولوز اللوز وعنب العنب تقدر ان انت تختار بقى زي ما انت شايف كده اختار اي حاجة من الحاجات دي طبعاً دي وجبة مفتوحة كده لزيزة خفيفة في وسط الاسبوع عشان نحفزك ونشجعك ونقولك استمر ان شاء الله بازن الله اليوم الرابع من التحدي الاول اليوم الرابع من التحدي الاول لنظام جميع الاوزان زي ما انت شايف كده برضو نفس السيستم تقدر تختار بقى تشوف اختيارات الفطار ايه اختيارات العشاء ايه اختيارات الغدا ايه الكلام دا كله اقرأ النظام كويس جداً اليوم الخامس من التحدي الاول واليوم السادس من التحدي الاول واليوم السابع اللي احنا بنستنى يوم الجامعة ايه دا يعني معنmealاش يوم فريق لا عندك واجبة ايه? شبراء اراء اهيه برضو. فطبعا وكده ينتهي التحدي الاول لنظام جميع الاوزان. نبدأ بقى التحدي التاني لنظام جميع الاوزان. التحدي التاني سهل وبسيط زي ما انت شايف برضو اليوم الاول هو على الريق كباية ميا زي المعلقة صغيرة من عسل النحل. عندنا نشويات في الفطار في الغداء وفي العشرة مفيش نشويات. وتقدر ان انت تاخد واجبة خفيفة كباية حليب خلي الدسم زي المعلقة صغيرة قرفة. وكمان عندنا مشروب ما ننسهوش مع وصفات المشروبات دي تقدر تشوفها على النظام بتاعنا. اه وصفات سهلة جدا تقدر ان انت تاخد مشروب منها بشكل يومي عادي جدا جدا يعني. اه طبعا عندنا اه الجوع الليلي تقدر تاخد اه صحن شربة خضار اه او من في شربات من الشربات المتاحة ان انت تاخدها اه بين الوجبات فسهل ان انت اه تعمل حاجة كده تدلعك وتسد جوعك في اي وقت انت حبه مش شرط بالليل يعني. اه اختيارات يعني انت ممكن تاخد اكتر من مرة عادي ممكن تاخد اكتر من مرة من شربة الخضار ما فيش مشكلة اه. زي ما انتو شايفين كده اختيارات البروتين في الغداء اختار اختيار واحد من البروتين والغداء والاختيارات طبعا الخضار مع البروتين فعملت واجبة من الغداء. اليوم التاني من التحدي الاول. اليوم التالت من التحدي الاول. اه اليوم التالت من التحدي التاني. ايه يا عم انت نهمت ولا ايه? اليوم الرابع من التحدي التاني. واليوم الخامس من التحدي التاني. واليوم السادس من التحدي التاني لجميع الانظام الاوزان. واليوم السابع من التحدي التاني لجميع الاوزان. وهنا نيجي اليوم مهم جدا يوم مفتوح. يوم مفتوح يعني تقدر توزع وجباتك اه او سعراتك الحرارية على اليوم بتاعك كله. بمعنى ايه? احنا هنا بنقول لك مثلا لو انت عندك السعرات الحرارية بتاعتك تقدر تاخد اربعين في المية في وجبة الفطار اربعين في المية في وجبة الغداء. دايما نخلي سعراتك الحرارية الكبيرة تكون في وجبتي الفطار والغداء. ممكن تنقل شوية من الفطار توديها في الغداء لو انت عندك وجبة تقيلة في الغداء مثلا. ولكن ما تكترش عن ستين في المية من سعراتك الحرارية في وجبة واحدة عشان معدتك ما توسعش وعشان خاطر ان انت ما تفقدش. الميزة الحلوة قوي وهي ان انت معدتك طول فترة ان معدتك بتاخد اه او بتصغر بشكل كبير جدا فبتعمل عملية تصغير معده. فما تحاولش ان انت تقطر عن ستين في المية في وجبة واحدة من توتل سعراتك الحرارية. وبالتالي يعني قلنا نخليك في وجبة الفطار اربعين في المية. وجبة الغداء اربعين في المية. وجبة خفيفة عشرة في المية. وجبة العشة عشرة في المية. يعني هنشوف كده طب انا اجيب ازاي سعرات الحرارية. الجادول ده لذيز اوي يعني. انت مسلا لو سيدة عمرك خمسة وتلاتين سنة اهو انسة عمرها خمسة وتلاتين سنة يعني ما بين واحد تلاتين لخمسين. متوسطة النشاط البدني. لان هنا عندنا هنا بدون نشاط بدني نشاط متوسط ونشيد. فانت مسلا متوسطة النشاط البدني. يعني مسلا بتروح تود الولاد المدرسة. بتيجي تعملي شغل البيت. فنشاطة متوسط. لا انا بزود شوية. لا ده انا بنفض السجاجيد النهاردة. لا ده انا مش عارف اه طبعا في اليوم المفتاح مش هتنفض السجاجيد ولا حاجة يعني. لا ده انا هروح الجيم. لا ده انا هنزل اتماشى فممكن تكوني نشيطة اكتر. ولكن نقول متوسط السعرات الحرارية هيكون الفين سعر حراري لسيدة عمرها خمسة وتلاتين سنة. وبالتالي هنعمل الحزبة بتاعتنا على ده. مسلا لو انتي الفين سعر حراري تاخد اربعين في المية منهم. تضربي اربعين على مية في الالفين. يطلع لك تمنمية سعر حراري. تاخد تمنمية سعر حراري في الفطار. تمنمية سعر حراري في الغدا. والباقي هيكون كام? ربعمية سعر حراري. وزعيهم ما بين وجبة خفيفة ووجبة العشاء. والله انا مسلا رايح مسلا فطرة الصبح. شوية فول. طعميتين. مع رغيف عيش. تمام كده. اه مع صمرة فكهة. الغدا بتاعي اه زي ما انت حابب مسلا طبق كشري او 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 قطعة مقارونا بشامل مع اه مع قطعة لحمة او ايا كان الوجبة المفتوحة بتاعتك اللي انت عايزها. لغاية ما تعمل تمنمية سعر حراري. وتاخد ايس كريم مسلا واحدة ايس كريم بالوجبة الخفيفة الميتين سعر حراريكة انت عملت الايه? الحاجة اللذيذة يعني. ولكن كلما كانت اه وجبتك متزنة بمعنى خمسين في المية كاربوهدريتز خمسة وتلاتين في المية بروتين خمستاشر في المية دهون. ان انت يعني خمسين في المية من وجبتك. تكون بقى اه عيش او رز او مكارونا وفاكهة. اه خمسة وتلاتين في المية بروتين زي مسلا الدجاج واللحمة اه السمك الكلام ده كله. وخمستاشر في المية دهون توزعهم ما بين دهون مشبعة معلقة زيت الزيتون مهمة اوي في اليوم ده. اه كده كده الدهون المشبعة هتلاقيها دخلها جوه البروتين. فانت تاخد معلقة زيت زيتون مع طبق صلطة خضرة. تدخلهم في الوجبة بتاعتك اللي عبارة شوية رز مع اه البروتين بتاعك مع الفاكهة بتاعتك. انت عملت احلى وجبة صحية. ندخل بقى على التحدي التالت لنظام جميع الاوزان شتاء الفين ونساعتاشر الفين عشرين. طبعا ده اليوم الاول من التحدي التالت زي ما انت شايفين كده دي قبل الفطار تاخد معلقة عسل زيت كوباية مية اختيارات الفطار زي ما انت شايف اختيارات العشاء عندنا دلعة دلعة اهو. عندنا بروتين ونشويات وخضار. اختيارات العشاء عندنا برضو نشويات. يعني عندنا في الفطار وعندنا في الغداء وعندنا في العشاء في نشويات. عندنا وجبة خفيفة. صمر اتفاكه. يعني حاجة حلوة اوي هو. وكمان عندنا مشروب سناكس تقدر ان انت تراجع الوصفات المرفقة مع الانظمة طبعا عشان تعرف الوصفات بتاعت المشروبات دي حلوة اوي لذيذة. شكرا فارين مطبخ عليها. والجوع الليلي لو انت بتجوع في اي وقت مش جوع الليلي كمان. لو بتجوع في اي وقت تقدر ان انت تاخد شربة خضار وطبعا شربة الخضار. مش الشربة اللي انت تروح تشتريها بقى فيها بسلة وفيها بطاطس ومش لا. البطاطس والبسلة فيها نسبة كارب عالية. وبالتالي مش موجودة معانا اه من ضمن الحاجات اللي فيها شربة الخضار. لكن لو انت مسلا انت عايز تدخلها في وجبة الغدا مسلا وعايز تاخد البطاطس بدل النشويات ما فيش مشكلة. لكن الشربة دي بتبقى مسلا عبارة عن كوسة فصولية خضرة تبشر اه طمط ميتين مع البصلتين اللي يكي سناكس اه تبشرهم برضا وتقطعهم حلقات زي ما انت حابب يعني كده. اه مع الجزارتين اللي بتوعك وتعمل احلى اه كيس اه شربة خضار بتعملوا في اي وقت بقى تقسموا على اتنين تقسموا على تلاتة اللي انت حابه يعني. مع شوية مية طبعا. وطبعا من غير مرأ. من غير مرأ. من غير مرأ الدجاج. عشان مرأ الدجاج ده مش صح ومش صحي. تمام كده? اليوم التاني من التحدي التالت زي ما انت شايفين كده. دلع نفسك اهو. اليوم اليوم التالت من التحدي التالت. احنا قلنا اليوم التاني من التحدي التالت. وده اليوم التالت من التحدي التالت. اليوم الرابع من التحدي التالت. واليوم الخامس من التحدي التالت لجيء نظام جميع الاوزان. واليوم السادس من التحدي التالت وطبعا اليوم السابع من التحدي التالت وطبعا سبق وشرحنا نظام ازاي ان انت تدير يومك ان انت بتوزع سعراتك الحرية اربعين في المية في وجبة الفطار اربعين في المية وجبة الغداء ووجبة خفيفة او تريح دماغه خالص تاخد وجبتين مفتوحين تحس اول ما تحس بالشبع في وجبة الفطار خلاص قوم من على اكل اخد اه اللي نفسي فيه في وجبة الغداء واول ما حس بالشبع خلاص اقوم من على الغداء واخد زبدياية كده بالليل بس علبة زبادي كده وخلاص على كده. او لو انت بقى شاطر وبتحب تحسب سعراتك الحرية ادخل من الجدول ده احسب سعراتك الحرية سواء انت مسلا اه زي ما انت شايف مسلا انت اه انت رجل او سيدة. مسلا لو راجل وعمرك مسلا فوق الخمسين سنة. و اه بدون نشاط بدني فسعراتك الحرية مسلا متوسطها من الفين ل الفين ومتين. شوف بقى انت سعراتك الحرية اه قد ايه. يعني هتبقى حوالي مسلا متوسط الفين ومية سعر حراري. تدخل بقى وتشوف مسلا تاخد منهم اربعين في المية في الفطار. اربعين في المية في الغداء. والبقى يتوزع ما بين وجبة خفيفة وما بين العشاء. وتخلي وجباتك تكون متزنة خمسين في المية كاربو ادريتس خمسة وتلاتين في المية بروتين وخمستاشر في المية دهون. وبكده نكون انتهينا من التحدي التالت لنظام آآ جميع الاوزان. ندخل بقى على التحدي الرابع لنظام جميع الاوزان. زي ما انت شايفين كده التحدي الرابع لنظام جميع الاوزان. آآ برضو نظام سهل جدا. ده اليوم الاول من التحدي الرابع لنظام جميع الاوزان. زي ما انت شايفين كده اختيارات الفطار اختيارات الغداء. واختيارات العشاء. ممنوع النشويات في الفطار. ممنوع النشويات في العشاء. ولكن في الغداء عندنا نشويات. تقدر تنقل الخبز ده من الغداء. لو انت مش حابب انت اخد الخبز في الغداء. تقدر تنقله الفطار. تمام? آآ يعني انت مسلا مش عايز اخد مسلا رز النهاردة في الغدا. خلاص تقدر تنقله للفطار. لكن ما ينفعش تنقله للعشاء. اه واجبة خفيفة صامرة فاكهة بين الفطار وما بين الغدا. والجوع الليلي زي ما اتفقنا تقدر تاخد اه شربة خضار. اه اه او وصفة من الوصفات من الشربات اللي تقدر تاخدها سناكس بين الوجبات او في الجوع الليلي. والمشروبات اللي سناكس اللي احنا عارفنا. ده اليوم التاني من التحدي الرابع. اليوم التالت من التحدي الرابع. واليوم الرابع من التحدي الرابع. واليوم الخامس من التحدي الرابع. واليوم السادس من التحدي الرابع. واليوم السابع واليوم اللي فيه اليوم المفتوح. اللي احنا سبقوا وشرحناه كتير جدا. ان انت تقسم سعراتك الحرارية على مدار يومك. اه بالشكل اللي انت حبه. والشكل اللي انت عايزه. ممكن توزع هنا بقى مسلا تحط مسلا ايه? اه وجبة الفطار بعين في المية. ممكن تزودها شوية لو انت حابب تفطر آآ بزيادة شوية. ولكن لا تتعدى ستين في المية من صعراتك الحرية في الوجبة الواحدة عشان تحافز على سعة المعدة. وتخليه بقى توزع بقية يومك زي ما انت حابب كده آآ صعراتك الحرية. ولكن نصيحة ما تجعلش وجبة العشاء اكتر من عشرة في المية من صعراتك الحرية. علشان بتبقى بعدها نوم بقى. آآ ما بتبقاش الجسم بيستفدش بيها غير ان هو بدايقك بعد كده. طبعا هنا يعني احنا هنا قلنا ان انت ممكن تزود لغاية تمانين في المية. تمام? بس تمانين في المية كتير. يعني خليها ستين وما تزودش عن تمانين في المية. فطبعا هنا عندك بقى هنا اناث لو انت ده جدول الصعرات الحرية. لو انت من الاناث او انت من الرجال. لو انت من الاناث ومسلا آآ سنك آآ آآ تمانية او عشرين سنة. ومتوسطة الصعرات الحرية مسلا. فهيكون متوسطة النشاط البدني. فمتوسط الحرياح بتاعك من الفين امتين لالفين زي ما انا شايفين كده. طبعا توزع بقى الالفين اه او الالفين ومية اه على اليومello بتاعك زي ما انت حابة بقى تاخد اربعين بالمية منهم في الفطار اربعين في المية منهم في الغدا عشرة في المية في الوجبة خفيفة وعشرة في المية في العشاء براختك خالص واجعل وجبتك متزنة خمسيون في المية كارب خمسة وتلاتين في المية بروتين وخمستاشر في امatt مدهون وبفكرك تاني. اهتم معلاقة زيت الزتون في هذا اليوم. ندخل بقى على نظام المرضعات. نظام المرضعات وهو وسيلة لتشجيع المرضعات اللي باعتبرهم من ناس يعني الابطال. الحقيقة. يعني تحياتي ليهم وتحياتي لجميع الابطال المرضعات. طبعا تنويه لو انت عندك اي مشكلة صحية لازم ترجعي لطبيبتك فورا. طبعا نظام سهل جدا ونظام المرضعات وسبق ان احنا اتكلمنا ان نظام المرضعات مهمة اوي اوي اوي. لا ان المرضع بتبقى عندها الحرق اعلى شوية لانها بتعطي بتردع الطفل والرضاعة دي في حد ذاتها هي طاقة بتديها للطفل من الام للطفل وبالتالي دي بتكون زيادة على الصعرات الحرارية بتاعتها وبالتالي الست المرضع مع فصل الشتاء هتخصة اسرع بكتير جدا من اي شخص عادي. من اي شخص عادي. فالمرضعات في الشتاء فرصتهم عظيمة جدا جدا. ولكن تهتم بالماء وتعليمات الرضاع. نظام المرضعات التحدي الاول. طبعا ده اليوم الاول من اه التحدي الاول من نظام المرضعات. طبعا نظام المرضعات ماليه بالنشويات والحاجات اللزيزة وكمان اللزيزة طبعا دهم اتنين سناكس المرضعات متبصل لهمش كده يعني. طبعا الفطار كوبات مية زي اتنين معلقة صغيرة من عسل النحل او تلت تمرات. اختيارات الفطار اختار اختيار واحد من ادي الاختيارات. والغدا عندك بروتين نشويات وخضار. وطبعا في وجبة مفتوحة. وجبة مفتوحة ايه? وجبة خفيفة. وجبة خفيفة. انا عارف الناس بتاخد الكلام وتجري. وجبة خفيفة بين الفطار والغدا. صمرت فاكهة طازجة. اختيارات الغدا عندك تختار واحدة بند من البنود البروتين. بند من النشويات والخضار مهم جدا. وعندك وجبة خفيفة بين الغدا والعشا. تلات حبات جوز. زائد كوب حليب آآ منزوعة بسم زائد صمرت فاكهة. وعندك هتلاقي بقى الجوع الليلي. تقدر ان انت تشرب شربة خضار في اي وقت تجوعي بالليل. طبعا زي ما نشايفين كده ده اليوم التاني من الاتحاد الاول لنظام المرضعات. اليوم التالت من اتحاد الاول لنظام المرضعات. وعندهم وجبة الشبراء اراء اراء برضو. في وجبة الغدا. هتبقى عندك وجبة شبراء كده شبراء بيها نفسك ان شاء الله بازن الله. يعني يعملي اكلة الحلوة المفتوحة اللي انت حباها تختاري بند واحد من البنوت دي او اي وجبة مفتوحة انت حباها في حدود اللي انت شايفها ده او في حدود يعني قريبة للحاجات اللي انت شايفها في اختيارات الغدا. وطبعا الفطار والعش هيكونوا ممنوع فيهم من نشويات طبعا مش تحتاج حاجة بعد كده انت هتغدى يا معلم ادلع عن نفسك اه. اليوم الرابع من التحدي الاول لنظام المرضعات. اليوم الخامس من التحدي الاول لنظام المرضعات. واليوم السادس. من التحدي الاول لنظام المرضعات. واليوم السابع. والاخير من التحدي الاول لنظام المرضعات. زي ما انتشايفين برضو عندنا في الفطار نشويات وكلام جميل. ووجبة الغداء. تقدر تاني لوجبة الغداء دي مكان الفطار وتجيب الفطار مكان الغداء. بمعنى ان انت مسلا عايز افطر فول وطعمية وبتاع ودلع نفسي افطر يا عام فول وطعمية ودلع نفسك. ولكن خد وجبة الغداء تكون وجبة خفيفة. يعني مسلا تكون مسلا تسعة معالق رز. آآ مع نص فرخة. تمام كده? وتاخد وجبة الفطار بتاعتك آآ الوجبة المفتوحة اللي انت حبيب عاني. ده التحدي التاني لنظام المرضعات. نبدأ التحدي التاني لنظام المرضعات. اليوم الاول من التحدي التاني. اليوم التاني من التحدي التاني لنظام المرضعات. اليوم التالت من التحدي التاني لنظام المرضعات. اليوم الرابع من التحدي التاني لنظام المرضعات. واليوم الخامس من التحدي التاني لنظام المرضعات السادس. مرضعات التحدي التاني. واليوم السابع والاخير من التحدي التاني لنظام المرضعات. وطبعا عندنا نظام المرضعات ليه حزبة تانية كده مختلفة عن الانظمة العادية. لان نظام المرضعات هتكون عندها سعرات الحارية اكتر شوية من الناس العادية. يعني هنزود على الجداول حاجة عادية وطبعا هنشيل الرجالة من الجداول. فبرضه نفس الكلام لو انت عندك وجبة الفطار مفتوحة. وجبة الغداء. وجبة العشاء. تقدر تاخد واجبة فطار واجبة غدا مفتوحين في حدود سعراتك الحرارية او اربعين في المية من سعراتك الحرارية. واجبة خفيفة عشرة في المية واجبة العشاء عشرة في المية. هنا هتختاري السعرات الحرارية متوسط سعرات الحرارية بتاعتك. مسلا وليكن حضرتك عندك مسلا اه تسعة وعشرين سنة. ومتوسطة النشاط فالفين ومية سعر حراري متوسط السعرات الحرارية بتاعتك. هتزود عليها كمان الفين وخمسمية هتصبح الفين وستمائة صغر حراري. الفين ومية زائد خمسمائة صغر حراري زيادة. نتيجة ان انت بتردعي وبالتالي عندك صغرات حرارية زيادة. شايفين المرضع من غير اي حاجة خالص بمجرد ان هي ردعت الطفل اخدت سواب كبير وكمان اخدت صغرات. تاخد صغرات شوفوا يعني سبحان الله الله سبحان الله. يعني ربنا بيجازينا خير في كل حاجة حتى في صغرات والله. فتاني حاجة طبعا احنا بنزود يعني انت مسلا لو لقيت متوسط صغرات حراري بتاعتك الف وتسعمائة صغر حراري. زودي عليها خمسمائة صغر. يبقى الفين وربعمائة صغر حراري. وزعي وجباتك على اربع وجبات. اتنين مفتوحين فطار وغدا. والعشا والواجبة الخفيفة تكون خفاف كده. اه مسلا يعني اه حضرتك اه اربعين في الفطار فهتلاقي ان انت عايزة تسعمائة وستين صغر حراري في الفطار. تسعمائة وستين صغر حراري في الغدا. والباقي هتلاقي توزعي مسلا الباقي ربعمائة وتمانين صغر حراري. هت مية وتمانين في وجبة خفيفة. والعشة متين سعر حراري. وطبعا يعني الحزبة دي حلوة او يا جماعة. لازم نتعلمها ولزيزة جدا وهتريحنا كتير جدا في ما بعد في اللايف ستايل والله. وطبعا توزعي بقى الوجبة بتاعتك. يعني خمسين في المية من السعرات الحرارية اللي هو تسعمية وستين سعر حراري دول. خمسين في المية منهم عايش او رز او مكارونا اا او فاكهة والكلام ده كل. وفاكهة. تمام? ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لكن الدهون المشبعة قلنا ان هي تكون مستخبية جهو البروتين فتاخد معلقة زيت ستون مع قطعة الدجاج او اللحمة او زي ما انت حابب يعني مع الكاربوهدريتس اللي عيش او الرز او المكارونة وكلام والفاكهة كمان فانت عملت وجبة متزنة يعني انت لو جبت طبق رز معها فاكهة وشوية خضار تمام انت كده عملت نسبة كاربوهدريتس تقريبا وليكن خمسين في المية جبت مسلا نص فرخة انت كده عملك خمسة وتلاتين في المية والمعالية زيت ستون حطتها على طبق سلطة خضرة كده فانت كده اخذت خمسة عشر في المية من دهونك وخلاص على كده ده بكل بساطة يعني التحدي الثالث لنظام المرضعات طبعا ده اليوم الاول من التحدي الثالث زي ما انتوا شايفين كده طبعا نظام المرضعات نظام دلع الدلع اليوم الثاني لنظام المرضعات اليوم الثالث التاني من اتحاد الثالث واليوم الثالث من اتحاد الثالث واليوم الرابع من اتحاد الثالث واليوم الخامس من اتحاد الثالث للمرضعات واليوم السادس من اتحاد الثالث للمرضعات واليوم السابع وطبعا سبق وشرحنا كتير جدا ازاي ان انت تدير يومك توزعيه تشوفي الجدول الصعرات الحرارية بتاعك وتزود عليه 500 صعر حراري وتوزعي وجباتك اربعين في المية في الفطار اربعين في المية في الغداء وعشرة في المية وعشرة في المية وجبة خفيفة وجبة العشاء وهكذا وتوزعوا وجباتكم ما بين وجبات متزنة وتقول متزنة خمسين في المية كارب وخمسة وتلاتين في المية بروتين وخمسة وتلاتين في المية دهون وهكذا التحدي الرابع لنظام المرضاعات التحدي الرابع لنظام المرضاعات واليوم الاول من التحدي الرابع زي ما انت شايفين كده على الفطار او قبل الفطار كوباية الميا زائد زائد اثنين معلقة صغيرة عسل النحل او تلات تمرات واختيارات الفطار طبعا انتي ممكن تاخدي كوباية حليب مع تلات تمرات يعني عادي يعني اختيارات الفطار اختاري اختيار واحد الغداء نشويات دلع دلع طبعا اختارات العشاء وجبتين خفاف بين الفطار والغداء وبين الغداء والعشاء جوع الليلة تقدر تاخدي شربة الخضار اليوم التاني من التحدي الرابع واليوم التالت من التحدي الرابع للمرضعات واليوم الرابع من التحدي الرابع للمرضعات واليوم الخامس من التحدي الرابع للمرضعات واليوم السادس من التحدي الرابع للمرضعات واليوم السابع زي ما انت شايفين كده عندنا يعني اهو تقدر ان انت تديلي يومك وسبق شرحنا كتير جدا هذا الحزبة يعني هذه الحزبة وقلنا ان المرضعات يعني هيخصوا اسرع بكتير من اي حد تاني لان هم عندهم سعرات حرارية زيادة بتوصل بتوصل لاكتر من ستمائة وخمسين صغر حراري. فاحنا قلنا متوسط هتزيد خمسمائة صغر حراري على العادي. وبالتالي هتخسي اسرع يا مدام. يا مدام هتخسي اسرع والله. طبعا اجعلي واجباتك متزنة ما بين خمسين في المية كاربوهادريتز خمسة في المية بروتين خمسة واشر في المية دهون. الوجبة الواحدة. نظام الاشبال واهلا بالاشبال من سن اتناشر لاربعتاشر سنة. نظام الاشبال يعني يشبه الى حد كبير جدا نظام الموضعات لان نظام الاشبال برضو صعراتهم الحرارية عالية لوحدهم. لان الطفل كده في السن ده بيكون او الشاب في السن ده بيكون صعراته الحرارية اعلى من اي وقت تاني ان شاء الله بازن الله. طبعا تنويل لو انت عندك يا بطل اي مشكلة صحية يرجع لطبيبك فورا ويبدأ معانا. طبعا اه الاشبال وان احنا بنلحقهم من الاول وطبعا من سن اتناشر سنة الاربعتاشر سنة ومدة المسابقة اربع اسابيع. طبعا دي السناكس السابتة للاشبال يا اشبال عندكم سناكس السابتة لازم ان احنا نحصل عليها بشكل يومي. صمرة فاكهة اضافية يوميا. يعني لو في النظام بتاعك مفوش صمرة فاكهة ناخد صمرة فاكهة. لو في صمرة فاكهة ناخد ايه اتنين. لو في اتنين اخد تلاتة. وهكزا. يعني انت عندك صمرة فاكهة يا بطل. علشان خاطر ان انت آآ زيادة بقى حاجة كده شبرقة من عندنا يعني. كوبايتين حليب معلقة زيت زيتون مهمة جدا. والخضار وكمان الطماطم والجزر والبصل والبتنجان. نظام الاشبال اتحاد الاول والاضف. شتاء 2019 مش ابول صيف ليه كده? شتاء 2019 2020 التحدي الاول لنظام الاشبال. اليوم الاول زي ما انت شايفين كده نظام يدرس اكل برضو. اليوم الثاني من التحدي الاول لنظام الاشبال. اليوم التالت ويه ايه يوم الشبراء اراءة ابطال. طبعا عندنا ده نهي يوم الشبراء اهو زي ما انت شايفين كده في الغدد عندنا وجبة مفتوحة. فطار. وعشها هيكون خفيف. ايه اليوم الرابع من التحدي الاول لنظام الاشبال زي ما انت شايفين. اليوم الخامس. اليوم السادس لنظام الاشبال في التحدي الاول. واليوم السابع في نظام الاشبال التحدي الاول. وجبة غدا مفتوحة يا ريس يا رياسة. وطبعا عندنا اختيارات الفطار زي ما انت شايفين كده تقدروا اختيار واحد من اختيارات الفطار. ووجبة الغدا دلعوا فيها نفسكم العشاء خفيف. التحدي التاني لنظام الاشبال. التحدي التاني اليوم الاول زي ما انتم شايفين كده. واليوم التاني من التحدي الاول لنظام الاشبال. اليوم التالت من نظام الاشبال. اليوم الرابع. واليوم الخامس. السادس. واليوم السابع لنظام الاشبال. طبعا الاشبال زي ما انتم شايفين كده برضو وتقدروا تتعلموا يا اشبال بقى ويا ابطالة ازاي تدير يومك عشان تستمتع بحياتك بعد كده انت لسه طالع هو لسه في مقتبل العمر انت لسه ممشتش خمس تلاف كيلو حتى وبالتالي هتلاقي نفسك ان انت يعني لو تعلمت شوية الحاجات دي سعرات دي الله العظيم هتعيش طول عمرك مالك 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 نفسك محدش هيدر يزحزحك عن الرشاقة خطة واحدة الا باذن الله طبعا. فطبعا عندك واجبة الفطار تقدر تاخد اربعين في المية من سعراتك الحرية واجبة الغادة اربعين في المية والخفيفة والعشة تقدر ان انت تاخدهم عشر في المية عشر في المية. طبعا الاشبال من سن اتناشر لاربعتاشر سنة لو انثى او ذكر. طبعا لو انثى هتكون متوسط السعرات الحرية لو انت بدون نشاط بدني الفين وربعمية. نشاط متوسط الفين وستمية. نشيطة جدا الفين وتمنمية. اما الذكر بيزيد شوية عشان القطة العضلية عنده ازياد وبالتالي الحرق بتاعه ازياد ولكن فيش فرق كبير ولا حاجة. اهم. يعني ده الفرق ما بين الذكر والانسة في نفس العمر وفي نفس ايه? مستوى النشاط البدني. دي الفين وربعمية دي متوسط حوالي الفين وتسعمية بيزيد عليها خمسمائة صعر حراري بس. فطبعا انت بقى تختار يا بطل او يا بطلة تختاري الايه? تختاري متوسط صعرات الحرارية بتاعك انت عايزة ايه? الفين و algorithm لو انت متوسط صعرات الحرارية. لو انت متوسط صعرات الحرارية متوسط النشاط البدني. تاخد ايه حوالي ثلاث تلاف ومية صعر حراري. بعد ما حددت يا وطل صعراتك الحرارية وليكن ثلاث تلاف ومية صعر حراريا مسلا تقدر ان انت بقى حضرتك تعمل ايه? توزع صعراتك الحرارية على وجباتك. اربعين في المية على الفطار. اربعين في المية في الغدى. وعشر في المية آآ يعني تنزل كده تخد لك ايس كريم حلو كده. تمام? وتتغدى لك غدوة حلوة بره. بالالف مئتين وربعين سعر حراري دول. والفطار تفطر لك آآ فطار حلو كده برضو. فهتلاقي نفسك انت يا بطل بتدلع نفسك في اليوم المفتوح. من غير قلق. من غير ما تلاقي زيادة ولا اي حاجة. ولكن اهتم بالمية قوي. علشان ما تحبسش مية في الجسم. السوديوم ما ارتفعش نسبة السوديوم وبالتالي تلاقي جسمك آآ زاد مية وده الكلام للجميع يا جماعة. طبعا ده آآ تالت حاجة لازم توزع بقى ايه? وتدلع الوجبة بتاعتك تجون متزنة. يعني خمسين في المية كاربوهيدريتز خمسة وردين في المية بروتين وخمسة واشر في المية دهون. يعني تحاول ان انت توزعهم بقى يعني الالف متين واربعين سعر حلية دول تاخد خمسين في المية منهم كاربوهيدريتز. عيش رز مكارونا فكهة الحاجات دي كلها. والخمسة وتلاتين في المية من الالف ومتين واربعين دول تاخد في حدود خمسة وتلاتين في المية من سعراتك الحرية وهكزا. طبعا الحزبة دي بس كده دي في هنا غلط عايزة تتعدل بس هنا. مش خمسمية وخمسين سعر حرية كاربوهيدريتز لأ. دي معمولة على حزبة الالفين. آآ فلأ دي مش مش مزبوطة يعني. متعدلة. لكن احنا بقى بنحسابها من الحزبة الف ومتين واربعين. اعدلها ان شاء الله في المساوية اللي جاي. التحدي التالت. التحدي التالت لنظام الاشبال. ده اليوم الاول من التحدي التالت. اليوم التاني. اليوم الثالث. اليوم الرابع. اليوم الخامس. اليوم السادس. اليوم السابع. وطبعا سبق وشرحنا كتير جدا. ازاي تدير يومك يا بطل في آآ اليوم المفتوح. واختيار السغرات الحرية من الجداول ديت. وطبعا يعني آآ احنا آآ بكل سهولة بتختار السعرات الحرية بتاعتك وتوزعها على اليوم بتاعك اربعين في المية فطار اربعين في المية غدا عشرة في المية وعشرة في المية وجبة خفيفة وعشة وهكزا. التحدي الرابع لنظام الاشبال. اليوم الاول من التحدي الرابع. طبعا عندك بقى الاكلة وهو متروس. بتقدر ان انت تختار بند واحد من البنوت دي الجميلة دي. تمام? آآ سواء في الفطار اختار بند واحد. سواء في الغدى اختار بند واحد من كل بند من دول. الغدى بيكون بروتين ونشويات وخضار. اختار بند واحد من البروتين وليكن مسلا صدور دجاج. مع اختيار النشويات مسلا وليكن خمس معالق آآ رز او مكارونا مسلا. نكونوا معمولين بطريقة صحية. اختيارات الخضار. طبق سلطة عليها معلات زيت زيتون. آآ اللي هي بشكل يومي. مع طبق الخضار اللازيز جدا. اللي مطبوخ بشكل صحي. تمام? وجوع الليل لو انت بتجوع بطل بالليل تشرب شربة خضار. آآ والوجبات عندك وجبتين مخفيفتين بين الفطار والغدى وبين الغدى والعشاء. عندنا اكل كتير ولله الحمد يعني. آآ اليوم التاني من التحدي الرابع. واليوم التالت من التحدي الرابع. للاشبال. واليوم الآآ اليوم التالت واليوم الرابع من التحدي الرابع. واليوم الخامس من التحدي الرابع. واليوم السادس من التحدي الرابع. واليوم السابع من التحدي الرابع. اليوم المفتوح. ولي تقدر انت تدير في يومك ولكن يا بطل تقدر انت تاكل زي ما انت حابب ولكن في حدود سعراتك الحرارية دلع نفسك خلال اليوم وهتلاقي نتيجة حلوة ان شاء الله بإذن الله طبعا دي وصفات المشروبات الساخنة اللي احنا قلنا عليها في النظام فلازم نبص عليها كده بصة سريعة الهوت شوكلت اللايت هو ده طريقة عمل الهوت شوكلت اللايت السحلة بالدايت ها ده السحلة بالدايت بشكل صحي والكاباتشينو الدايت اللتيه الكوركم والقرفة ومرأ الفول الساخن مشروب الحمص الشام بالفلفل الحار طبعا جميل جدا طبعا من غير حمص ها ملاش الحمص مشروب الكرفس بالليمون ودي وصفات شربة الخضار يمكنك تناول تلك الوصفات عند الجوع تمام شربة الخضار والكروم زي ما انتم شايفين كده دي تقدر تاخد اي وصفة من دي خلال اليوم في اي وقت عند الجوع بالليل دي برضو آآ شربة خضار طريقة شربة خضار دي شربة البروكلي رائعة جدا الحلوة قوي قوي دي شربة الجزر بالجنزبيل والطاقة بالزنجبيل الطازج حلوة جدا 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 شربة السلق بالكسبرة الخضرة شربة الزبادي الدافية لو انت عندك مسلا بقى سناكس زبادي او حليب تبدله بالزبادي وتحملها شربة دافية تبقى حلوة قوي برضو دي شربة الفاصولية بالكسبرة الخضرة والتوم وطبعا دي جداول بدائل الانظمة النشويات الفاكهة البروتين والخضروات واللي دايما بنبح صوتي معاكو فيها وتيجي تسألو برضو عليها في الاخر طبعا دي قايمة الفواكه المسموحة تمام في ناس بتقول لي كوميترة معانا اه كوميترة معانا طبعا فهتلاقيها عادي يعني اه كوميترة كوميترة موجودة يعني بتقلوش يعني تمام دي قايمة الفواكه والله نضيف الكوميترة اتسادو احنا مش حطنا نحط الكوميترة ان شاء الله دي ممنوعات الفاكه ودي قايمة الخضرات المسموحة وكمية بتاعتها قد ايه خضرات المسموحة ودي جدوى البداية للنشويات قد ايه تاخد النشويات زي تبدل النشويات لو انت عندك مسلا مش متوفر اه خبز السن تاخد خبز بلا دي قد ايه وقد ايه الرغيف والكلام ده كله سهل جدا ده جداول بروتين وبدائلها في الانظمة ياخد كمية الجنباري قد ايه السلمون الفريش قد ايه التونال الفريش قد ايه السردين الفريش قد ايه التونال معلبة قد ايه وهكزا البيض الصدور الدجاج اللحم البقري الجبن القريش الجبن البيتالايت الجبن المالحة خفيف كل حاجات دي موجودة بس الناس للاسف ما بتقراش طبعا الناس بتقعد تقول لك انت رغاية قوي تخيل انت الرغاية قوي ده والله العظيم يعني يعني انا باقرأ الكلام اللي انا كتبناه يعني اللي هو الكتابة دي بتاخد وقت كبير جدا 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 تركيز عالي قوي يعني فمعلش والله احنا بنحاول نساعدك والله يعني انا كل ده عشان نساعدك وبكرة هتدعي لنا من قلبك يعني اه ده البروتين النباتي وتقدر ان انت تبدل يوم اه من ايام الاسبوع في اي وقت تقدر ان انت تبدل ببروتين النباتي مرة او مرتين في الاسبوع. دي المشروبات التي يمكن تناولها اثناء النظام دي تقدر تاخدها بس من غير طبعا سكر من غير سكر عادي. دي الممنوعات الدايمة اللي احنا بنقول لك ان هي كانت سبب كارسة وزيادة الوزن بتاعك. ودي الممنوعات المؤقتة اللي احنا بنقول لك بس ايه اجلها شوية علشان خاطر نعدي بالنظام. اه وما تاخدش يعني حاجة من دماغك من ادي الممنوعات اثناء النظام الا لو كانت مكتوبة. تحياتي ليكم وبشكركم جدا ونلتقي في مسابقة قادمة ان شاء الله باذن الله وكن شريك في الخير وانشر الانظمة علشان تنفع بيها ناس اكتر وتساعد ناس اكتر وادعو لنا من قلبكم. بعد ما شفنا المسابقة ها هتبتدوا معانا هنبدأ ان شاء الله باذن الله ما نبدأش ليه. استدعكم الله الذي لا تضيع دعوه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للمشاهدة